بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهبين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أحبة المشاهدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أعظم الله لكم الأجو باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلام عليه وصحبه المنتجبين وصل الحديث بنا إلى شخصية أخرى من أنصاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وإن كان في الظاهر وحسب معايير ذاك الزمان وإلى يومنا هذا هذا الرجل لا حسب له وليس له قدرة وليس له ملك خاصة بين المجتمع من حيث الطبقات الاجتماعية يعد في أسفلها رتبة وطبقة لماذا؟ لأنه في يوم من العيام كان مولى وكان عبدا لأبي ذار الغفاري وهو جون جون مولى أبي ذار لكنه من حيث الشخصية لكنه من حيث التربية ومن حيث الترعرع والأخلاق والعقيدة في أعلى المستويات لماذا؟ لأنه تلميذ أبي ذار الذي كان تلميذا لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن أصدق لهجة من أبي ذار كما ورد في حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله نعم هذا التلميذ ذاك الأستاذ الأستاذ المبرز الأستاذ الذي هجر الأستاذ الذي نفي إلى الربدة وقتل هناك واستشهد للدفاع عن الولاية وعن العقيدة نعم كان يقدر أبي ذار أن يسكت وأن يلتزم بالتقية وما شابه ولكن رأى أن الوقوف عند العقيدة عند الولاية لا تقية فيها إثبات الولاية في ذلك الزمان إثبات وتعضيد الولاية والإمامة وظيفته التي لا تسمح له أن يتمسك بمثل التقية وما شابه ولهذا وقف أمام الطغاة فنفي إلى الربدة وقتل هناك رضوان الله تعالى عليه ولما استشهد أبو ذاب انتقل جون إلى أبي محمد الحسن الزكي رضوان الله تعالى على هذا الرجل وسلام الله على مولانا أبي محمد الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه انتقل هناك ترعرع في بيت الإمام وكبر في بيت الولاية والإمامة ترعرع في بيت الذي ترعرع في بيت النبوة وفي بيت الرسالة وهو الإمام الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه وبعد استشهاد الإمام ينتقل إلى بيت الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويأتي معه من المدينة إلى مكة ثم إلى كربلاء وعندما يشب نار الحرب ويحمل وطيس ويذهب الكثير من أنصار أبي عبد الله وهم صرعا على رمضاء الطف ينظر هذا العبد هذا الموقف من جهة ومن جهة أخرى يرى إمامه بباب الخيمة بكسرة الخيمة آخرا على كريمته الشريفة رافعا رأسه إلى السماء مناديا للقوم هل من ناصر ينصرنا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله فتقتضي العبودية لا تقتضي التربية الصحيحة أن يفدي بنفسه مقابل أبي عبد الله ودون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا نجده يأتي إلى الإمام يقف أمامه ويستأذنه في القتال فقال له عليه الصلاة والسلام حبيبي جون أنت في إذن مني اذهب أنت عبد لقد عشت المرار في حياتك والمشاكل والمصائب التي حلت بك نعم فذهب أنت في حلم مني فإنما تبعتنا للعافية فلا تبتل بطريقتنا لا تبتل بهذه الطبيقة وبهذا السلك وبهذا الطبيق الذي ذهب أعوانك وأصحابك وأصدقائك بأن تقتل يعني بعد لحظات إذا ذهبت إلى الميدان مصيرك مصير هؤلاء الصرع على رمضاء كرلا فلنظر ماذا يجيب هذا الرجل ونتعلم أتعلم أنا أولا ونتعلم جميعا نحن الذين نسمع قضية جهون فوالله ليست هذه قصص ليست أساطير ليست قصص على ألسنة كبار السن ليست قصص تفاهية وقصص لا معنى ولا مغزى لها إنما حدثونا بهذه القصص والروايات وإنها لقليل بالنسبة إلى واقعتك لماذا؟ لأن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لولا خشيتنا على شيعتنا من الموت لحدثناهم بما وقع في كربلا ولكن أخفينا عنهم الحقائق لأننا نخاف عنهم الموت فوالله لو كان الموت والانتحار وقتل النفس جائزا لرأينا الكثير الكثير الذين ذابوا في محبة أهل البيت قتلوا أنفسهم يوم عاشراء على مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول أخفينا عنهم لكي لا يقتلوا أنفسهم هذا الجون يجب أن نتعلم منه فلننظر ماذا يقول هذا الذي في الظاهر من الطبق السفلى من المجتمع ولكن التربية هذه التربية تؤثر أحبتي التربية أهم شيء أهم شيء في بناء شخصية إنسان إنما هي التربية لماذا؟ لأن الطفلة حينما يأتي عندما يخلق ويولد ويأتي إلى الدنيا لا يحمل معه شيء إلا ملكات يقدر بها اكتساب العلوم يملك السمع والبصر والفؤاد العقل ليعقل ليلمس هذه الحواس الخمس يمتلكها نعم ويمتلك العقل ليميز بين الخبيث والطيب والصحيح والخطأ فهذه البيئة بيئة الأسرة وبيئة المجتمع بيئة الأسرة أولا وبيئة المجتمع ثانيا هذه تؤثر في بناء شخصية الإنسان انظروا كيف أثرت التربية الصحيحة النبوية التي وصلت إلى أبي ذاب وترعع فيها أبو ذاب نعم ومنه انتقل إلى هذا الرجل الموالي إلى هذا الرجل الذي كان عبدا لأبي ذاب ولكن في الواقع هو التلميذ يتعلم الدروس ويأخذ العبر من حياة هذه الشخصية العظيمة مثل أبي ذاب برهان الله تعالى عليه فقال يابنى رسول الله الآن يظهر أمامه المولى دناءة نفسه الظاهرية يقول يابنى رسول الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم أنا في الرخاء كنت معكم وترعرعت في نعمكم وتحت ولايتكم وظلكم وفي الشدة أخذلكم في الرخاء كنت معكم هذا من علامات الصاحب الموالي من علامات الصديق كما ورد وكما هي التجربة أن أعرف صديقك في الشدائد لا في الرخاء لأن في الرخاء الكل أصدقاؤك لأنك صاحب مال صاحب جاع صاحب مقام صاحب منصف صاحب شهرة ولكن اعرف صديقك أيام تفقد هذه الأمور هل هو صديقك حقا أم أنه قد صادق وكانت صداقته مع هذه الأشياء مع الشهرة مع الأموال مع النسب والشرف والعشيرة وما شابه فقال يا ابن رسول الله فبخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم لا والله لا يكون هذا من العبد ولا يكون من الموالي هذا والله النبي حيل منتن الله أكبر انظروا هذا العبد كيف يكلم المولى أبو عبد الله الحسين وهذا لازم يكون لسان حالنا جميعا هكذا نحدث المولى يا ابن رسول الله أننا لا نملك شيئا حقيقة لو لا أهل البيت لما كان عندنا شيء فإن العزة لله جميعا ثم لأهل البيت وأهل البيت أعطونا العزة وأعطونا الولاية وأعطونا طيب الولادة فلولاهم ولولا محبتهم ولولا ولايتهم لخبثت ولايتنا ولادتنا وطينتنا لأنه بولاية ومحبة أهل البيت طيب الله ولادتنا وطيب الله خلقتنا وطينتنا النبي حيل منتن وحسبي للأيم لأنه أنا عبد ولوني لأسود يظهر أنه كان من الحبشة من السود الذين كانوا عبيدا ذاك يوم فتنفس علي بالجنة أنت صاحب الجنة وأنت الذي خلق الله الجنة من نورك يا أبا عبد الله فتنفس علي أنا عبد عبد أسود لا يملك شيء كما واد في روايات العبد وما يملك لمولاه نعم لا أملك شيئا لا أقل يا ابن رسول الله أنا يوم من الأيام سأموت أموت عبدا على فراش الموت أفضل أم أموت سيدا بين يدي أبي عبد الله فتنفس علي بالجنة فيطيب ريحي أو يطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي لا والله لا أفارقك حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم فأذن له المولى أبو عبد الله الحسين يجب أن نتعلم نحن لا نملك شيء عباد ضعفاء من حيث العمل من حيث العقيدة فيجب أن نتوسل بأهل البيت وأن نوكب سفينة النجاة وأن نوكب سفنهم اللي هي سفن النجاة سلام الله عليهم أجمعين مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح أو كسفينة نوح من ركبها نجاة ومن تخلف عنها غرغ وهوى حقيقة هذا المعنى نعم نحن نذكر هذه الروايات الكثير مننا يحفظ هذه الروايات ولكن كم واحد منا تأمل في مثل هذه الرواية كم منا تأمل وتفكر ووصل إلى حقيقة هذا المعنى أنه لو لا أهل البيت لهوينا ولم نكن شيئا كم منا كان مثل هذا العبد جون ليرى سعادته في أن يختلط دمه الأسود بدم سيد شهداء وأصحابه وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين فبرز إلى القتال وهو يقول كيف يرى الفجار ضرب الأسود بالمشرفي يلقاع طعي المهندي بالسيف صلتا عن بني محمدي أذب عنهم باللسان واليد أذب عن هؤلاء باللسان واليد وكل ما أملك كل ما يملك العبد يجب أن يبذله للدفاع عن مولاه وكل ما نملكه نحن يجب أن نبذله في سبيل مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فلما قتل وصرع على رمضاء كربلان جاءه الحسين كما كان يذهب إلى باقي الأصحاب سلام الله عليه جاءه أبو عبد الله هذا صاحب ذي الحسب الشريف ذي النسب سيد قومه سيد شباب أهل الجنة وهو من قريش سيد القوم ابن رسول الله ولكن يتنازل يتنازل لمثل هذا العبد الذي ارتفع بأخلاقه وارتفع بعقيدته وقف فوق رأسه وقال اللهم بيت وجهه وطيب ريحه وحشرهم على أبرار وعرف بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله يقول الإمام الباقر يحدثنا عن أبيه الإمام زين العابدين صلى الله وسلم عليه يقول لما جاءت بنو أسد لتدفن تلك الأشساد الطاهرة وجدت جسدا أسود اللون يفوح منه رائحة المسك بعد ثلاثة أيام من مقتلهم وهو الجون الذي دعا له الإمام صلى الله وسلم عليه فيبن رسول الله يا صاحب الأرض ادعو لنا أن يبيض الله وجوهنا وأن يطيب ريحنا ويحشرنا مع جدك المصطفى ومع آله الطيبين الطاهرين وإلى حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساحة في الجمعة